يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة التاسعة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحراري في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال الحديث يتواصل في مفردات مرحلة الظهور والتي أشكل لكم منها هذه البانوراما التي تعرض في هذا البرنامج جعلت الحديث في مسارين حينما بدأت حديثي عن مرحلة الظهور المسار الأول المسار التأريخي ولا زلت أحدثكم ضمن هذا المسار مر علينا أولاً مكة وأحداثها ثانياً المدينة وأحداثها أعني المدينة المنورة ثالثاً العراق وأحداثه وصار واضحاً لدينا من أن أرض العراق ستكون ميداناً لأهم المعارك وأهم الوقائع في أجواء تأسيس الدولة المهدوية لماذا؟ لأن مركز البتريين اللعناء في النجف في العراق ولأن شيعة العراق في الحقيقة بقضهم وقضيضهم إلا ما رحم إمام زمان هنا بقضهم وقضيضهم بتريون حتى هؤلاء الذين يقولون نحن خدهم الحسين هؤلاء بتريون وبامتياز بامتياز الدليل صور العجول والأصنام التي تعلق في حسينياتهم ومواكبهم هؤلاء عباد الأوثان حيث مر علينا في الحلقة الماضية من أن عباد الأوثان سيخرجون من دين العترة الطاهرة في زمان الغيبة يعدون أنفسهم من شيعة العترة الطاهرة ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك لأن المراجع الأنجاس الأرجاس في النجف وكربلاء يضحكون عليهم يقدمون لهم دينا طوسيا بتريا نجسا ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة هذه حكاية الشيعة عموما وحكاية شيعة العراق خصوصا سأنتقل إلى عنوانا رابع رابعا سورية وأحداثها ومثلما مر الكلام علينا في العناوين المتقدمة من أن الكلام سيكون إجماليا سورية أرض تشتد فيها فتنة شديدة وغريبة من نوعها لم يكن قد مر في تأريخ سوريا بحسب ما نعرف من التأريخ حتى قبل الإسلام وبعد الإسلام في التأريخ القديم وفي التأريخ الحديث لسوريا لم يمر في تأريخ سوريا شيء كهذا الذي يحدث فيها الآن وهذا أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله عليه في حديثه مع جابر الجعفي إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخامس والستون بسند نعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله عليه يا جابر يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه وهذا هو الذي يجري في أرض سورية إنها الفتنة التي وصفت في بعض الأحاديث الموجودة في الكتب السنية من أن أولها كلعب الصبيان وهذا هو الذي حدث على أرض الواقع حينما بدأ الربيع العربي ينتشر في البلاد العربية وخرج المصريون إلى إلى ميدان التحرير حكاية المصريين مع حسن مبارك مدرسة في مدينة درعة مدرسة ثانوية التلاميذ الصغار فيها تأثر بالذي يجري في مصر وغير مصر حينما بدأت أحداث الربيع العربي تشتد شيئا فشيئا كتبوا على جدران المدرسة السورية في مدينة درعة من أن الشعب يقصدون الشعب السوري من أن الشعب يريد إسقاط النظام المحافظ كان ابن خالة بشار من الذي يستطيع أن يقول له على عينك حاجب فأخذوا التلاميذ واعتدوا عليهم جنسيا وعذبوهم وقتلوهم وألقوا جثثهم في الشارع فبدأت الثورة السورية من هنا بدأت أنا لست بصدد الحديث عن وقائع الثورة السورية وعن بدايات الفتنة الشامية لكن البداية كانت من هنا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه هذه فتنة سورية كلما أغلق باب فتحت أبواب وكلما أغلقت نافذة فتحت نوافذ ونوافذ ستبقى هذه الفتنة تستعر يوما بعد يوم ربما تهدأ بعض الوقت لكنها تعود هكذا حدثتنا الأخبار عن الفتنة الشامية وفي الفتنة الشامية ستتحول سوريا إلى دار خراب وهذا هو الذي نشهده بأم أعيننا الحديث السابع والستون في صفحة نفسها من المصدر نفسه حديث طويل عن جابر الجعفي أيضا وعن باقر العلوم صلوات الله عليه حديث طويل من جملة ما جاء فيه فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات في أرض الشام في أرض سورية راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني إلى بقية الكلام إذن الفتنة تحققت والخراب والخراب تحقق والرايات المختلفة رفعت في سوريا ما بقيت دولة من دول العالم إلا وأحضرت لها وجوداً في هذه الدولة الصغيرة من الدول الكبرى إلى الدول العربية إلى دول الجوار إلى دول الجوار ما بقي الدولة أن نعرفها إلا وقد تواجدت على الأراضي السورية فضلاً عن المجموعات الإرهابية وفضلاً عن الذين رفعوا شعار المعارضة ضد بشار ضد بشار الأسد حكاية سوريا حكاية غريبة إنها الفتنة التي سيخرج من رحمها السفياني قد يكون هذا قريباً قد يكون هذا بعيداً العلم عند إمام زماننا لكن المعطيات تتحدث عن أن الأرض السورية باتت جاهزة لكي تلد السفياني لكي يولد السفياني من داخل هذه الفتنة الشامية هذه الفتنة التي سيضل فيها كثيرون لكن مجموعة شيعية سورية ستنجو أئمتنا أخبرونا بذلك إنني أقرأ من المصدر نفسه من صفحة 316 إنه الحديث الرابع عشر عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة حيث يتحدث عن السفياني من أنه يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه يخلصهم يخلصهم إمام زمانهم الحديث عن سورية هنا وليس عن غيرها الشام هناك الشام الكبير الشام الكبير معروف سورية ولبنان وفلسطين والأردن الشام الكبير الشام الصغير سوريا والشام الأصغر دمشق هذا العنوان عنوان يطلق على عدة جهات فالشام الكبير إنها دول الشام التي نعرفها وشام الصغير سوريا وقد يقال لسوريا بأنها الشام الكبير بالقياس إلى دمشق فإن دمشق ستكون هي الشام الصغير إذن عندنا الشام الكبير وشام الصغير وشام الأصغر الكلام هنا عن الشام الصغير عن سوريا وعن عاصمتها دمشق يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه رعاية خاصة من إمام زماننا في أعماق الفتنة الشديد سوريا بانتظار جوع وخوف إمامنا الباقر يحدث جابرا الجعفي إنه الحديث السابع في الصفحة الستين بعد المائتين أذهب إلى موطن الحاجة منه عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط بدايات الجوع والخوف تتحرك في دمشق وفي أرض سوريا ليس في هذه الأيام وإنما منذ بداية الفتنة الشامية قبل سنوات وكلما مر الزمان كلما تعمق الجوع والخوف عند كثيرين من أبناء سوريا ممن هم في دمشق أو ممن هم في خارج دمشق فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط أما الجوع فقبل قيام القائم وأما الخوف فبعد قيام القائم الخوف من القائم صلوات الله وسلامه عليه لأن الرمز الأول لمعادات قائم آل محمد هو السفياني عندهم في سوريا والسوريون أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة يعلمون أن المهدي قادم ولابد أن يكتسح سورية وما بعدها فهناك جوع سينتشر في سوريا قبل القائم بداياته موجودة الآن لكن الأمر سيشتد أكثر وأكثر كلما اقتربنا من زمان ظهور القائم صلوات الله عليه أما الخوف فبعد ظهور القائم حينما تصل رايات القائم إلى العراق وحينما يبدأ بالفتك بالشيعة البتريين لعنة الله عليهم بعد أن يطهر العراق من الشيعة البتريين الأنجاس من مراجعهم ومن مقلذي المراجع وبعد أن يستقر الأمر في العراق بعد القضاء على تلك الفلول النجسة من فلول مراجع النجف وكربلاء ومن فلول الأحزاب الشيعية الدينية القذرة بعد القضاء على هؤلاء يستقر الأمر في العراق وشيئا فشيئا يتوجه إمام زماننا إلى سوريا إذن هذه هي سورية التي سيتوجه إليها إمام زماننا ضربتها فتنة هذه الفتنة أنتجت للسوريين السفيانية المشؤوم جوع وخوف الأوضاع العامة في سوريا لا تبعث على الإطمئنان ومن هنا فإن الخوف ينتشر في كل جنباتها يتوجه إمام زماننا إلى سوريا للقضاء على السفياني اللعين نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الحديث الذي أقصده حديث طويل يبدأ في صفحة الثالثة والثمانين رقم الحديث مية وسبعة عشر عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه مثلما مر البيان في الحلقات المتقدمة إنني أقتطف لكم لقطات حينما تجمع تلك اللقطات فإننا نشكل منها البانوراما في صفحة الخامسة والثمانين إمامنا إمامنا الباقر يقول ثم يأتي الكوفة من هو قائم آل محمد ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكثة ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها هذا الكلام يرتبط بسياق متقدم وبسياق الأحداث التي حدثتكم عنها فيما سلف ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكثة ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير بعد ذلك ثم يسير حتى يأتي العذراء والعذراء أرض في الشام تعرف في كتب التأريخ بمرج عذراء يقال لها العذراء ويقال لها مرج عذراء إنها قريبة من مدينة دمشق هذه المنطقة في أيام حروب الفتح ما تسمى بحروب الفتح بحسب ما هو معروف في كتب التأريخ الذي فتحها هو حجر ابن عدي وهناك من يقرأه حجر ابن عدي ولكن على المشهور والمعروف حجر ابن عدي وحجر ابن عدي قتله معاوية في المكان نفسه حينما جلب من أرض العراق من الكوفة إلى مرج عذراء ذبحه معاوية صبرا هو والذين جاءوا معه من أصحابه من الكوفة أرسلهم زياد ابن أبيه إلى معاوية ولذا فإن قبورهم في هذه الأرض في أرض العذراء في مرج عذراء فجيش الإمام يصل إلى هذه المنطقة لأنها قريبة من دمشق ما هي ببعيدة ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير هو ومن معه قوات النخبة إنهم الثلاث مئة وثلاثة عشر قوات الحلقة العشرة آلاف وهناك كثيرون التحقوا بالإمام ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة ورملة منطقة في سوريا مثل ما هي منطقة في العراق أيضا في جنوب العراق الرملة والرميلة وفي سوريا كذلك وفي فلسطين أيضا فإن الرملة هي المساحة الواسعة من الأرض التي تكون جزءا من سهول أو من صحاري مفتوحة يكثر فيها الرمل والسفياني يومئذ بوادي الرملة إنه ينتظر قدوم إمام زماننا حتى إذا التقوا التقى الجيش المهدوي مع الجيش الأموي مع الجيش السفياني حتى إذا التقوا وهم وهم حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال هذا يوم مشخص هكذا سماه إمامنا الباقر بأنه يوم الأبدال حيث يلتقي الجيش المهدوي مع الجيش السفياني حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج يخرج أناس كانوا مع السفياني من شعة آل محمد يخفون أنفسهم إنهم مضطرون أن يكونوا في جيش السفياني يخرج أناس كانوا مع السفياني من شعة آل محمد ويخرج ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شعته في جيش الإمام حتى يلحقوا بهم فهؤلاء الذين خرجوا من جيش السفياني يلتحقون بإمامهم بقائم آل محمد وهؤلاء الذين كانوا من المنافقين من الناس الكثيرين الذين التحقوا بجيش الإمام يلتحقون بالسفياني فهو إمامهم أيضا فهؤلاء شيعة السفياني هؤلاء الذين يرفضون موقف الإمام من البتريين يعرفون أنه الإمام ولكنهم غاضبون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما فعله بالمراجع الأنجاس من أبناء الزواني بالمراجع المأبونين الذين خرجوا لقتال إمام زماننا ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال يوم يوم الأبدال إنها عملية تبادل إنها عملية تبادل عقائدي فقوم في الجيش المهدوي ينتقلون إلى إمامهم السفياني وقوم في الجيش السفياني ينتقلون إلى إمامهم قائم آل محمد هذا هو يوم الأبدال وهو يوم عجيب يوم عجيب هذا الجيش من أهنج هل جاء من الهند جاء من العراق هذه بقايا الفتنة البترية العراقية هذه بقايا الفتنة البترية المرجعية النجفية الكربلائية الطوسية المرجعية النجسة القذرة هذه نتائج المراجع الأنجاس من أبنائه الزواني إنهم مأبونون مأبونون هؤلاء لعنة الله عليهم مأبونون مأفونون آثارهم تبقى تبقى ليس بالسهولة يمكن التخلص من آثارهم قال أمير المؤمنين إمامنا الباقر يحدث ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب هؤلاء أقرباء السفياني إنهم أخوال يزيدا ابن معاوية معاوية تزوج ميسون بنت بجدل هي أم يزيد معاوية كان عقيما وحتى وحتى لو لم يكن كذلك فإن يزيد ما كان يشبه معاوية أصلا ولا هو بابنه يزيد ابن العبد الذي كان عند أهل ميسون بنت بجدل ولذا فإن يزيد عاش عند أخواله وما كان مسلما الرجل كان نصرانية قضى حياته في الأديرة وفي الكنائس النصرانية التاريخ شاهد على ذلك ما أنا الذي جئت بهذا الكلام من عندي نفسي كتب التاريخ تحدثنا عن ذلك أصدقاؤه المعروفون من النصارى القصر الأموي في زمن معاوية البلاد الحاكم كان فيه من النصارى ومن الروم الذين يتحكمون بأمور البلاد والعباد في زمان معاوية وفي زمان يزيد لعنة الله عليهما هذه الحقائق مبثوثة في كتب التاريخ على أي حال أنا لست بصدد حديثي عن هذا الموضوع والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ثم يقبل إلى الكوفة إمام زمان بعد القضاء على السفياني اللعين وبعد أن جرى ما جرى في يوم الأبدال الأخبار تخبرنا بأن الإمامة يستقر فترة في سوريا حتى تستتب أمورها وبعد ذلك يتحرك في الاتجاهات التي يريدها ثم يعود إلى الكوفة ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ثم يقبل إمام زماننا إلى الكوفة فيكون منزله بها وبحسب أحاديث العترة فإن منزل إمامنا سيكون في مسجد السهلة يقال له مسجد السهلة أو يقال له مسجد سهيل الروايات أخبرتنا من أن منزل إمام زماننا سيكون في الكوفة في مسجد سهيل إنه مسجد السهلة وأقرأ عليكم أيضا في الأجواء نفسها من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الصفحة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة إنه الحديث السادس بعد المئتين الحديث عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إذا بلغ السفيانية أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد يتجرد بخيله حتى يلقى القائم يتجرد بخيله إنه يعد قواته المدرعة يقال لمجموعة الخيول التي تهيأ للقتال من أنها جريدة الخيل مثل ما نقول عن مجموعة الجنود من أنهم كتيبة يقال عن مجموعة الخيل من أنها جريدة فجريدة الخيل هي الخيول التي تعد للقتال وللحرب يتجرد بخيله إنه قد هيأ جرائد الخيل هذه القوة المدرعة قطعا لا يكون الحديث عن دبابات أو عن دروع عسكرية في زمن الرواية فإن الحديث سيكون عن السيوف والخيول وهذا شيء طبيعي إذا بلغ السفيانية أن القائمة قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول فيخرج فيقول إنه السفياني في الرواية شيء من الإضطراب لكن الإضطراب هذا نستطيع أن نتجاوزه من خلال الروايات الأخرى فيخرج فيقول من هو السفياني أخرج إلي ابن عمه إنه يقول من أن قائم آل محمد هو ابن عمه هذه الحكاية المعروفة في التأريخ من أن بني أمية وبني هاشم فيما بينهم قرابة وعمومة والحقيقة ليست كذلك لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لكن هذا أمرا معروفا في التأريخ إلا أننا إذا أردنا أن نخوض في الكواليس فإن بني أمية ما هم من العرب إنهم من الروم ولذلك حكاية ذكرت في مصادرها إنه الزنا الزنا إنه الزنا الذي أنتج لنا بني أمية لعنة الله عليه فيخرج فيقول أخرج إلي ابن عمي الرواية تقول فيخرج عليه السفياني كأن الإمام هو الذي قال من أن السفياني هو ابن عمه الموجود في الروايات الأخرى السفياني هو الذي يقول فحدث تقديم وتأخير في الكلام فيخرج عليه السفياني فيكلمه القائم عليه السلام فيجيء السفياني فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت فيقول أسلمت وبايعت أسلمت أصبحت مسلما لأن الذي يحارب صاحب الزمان ما هو بمسلم أكان الذي يحارب صاحب الزمان من أهل مكة أم من أهل المدينة أم من شيعة العراق أم من المراجع البتريين اللعناء من مراجع النجف وكربلاء أم من الجيش السفياني اللعي ومر علينا مثل هذا الكلام حينما يلتقي إمام زماننا بجيش السفياني في النجف وعليه قائد من قادة السفياني ومع الجيش السفياني في النجف شيعة العراق فماذا قالت الرواية حينما أطلق السهم من أن السهم قتل رجلا من المسلمين من المسلمين من جيش الإمام لأن الذين يواجهونه من الكافرين فيكلمه القائم عليه السلام فيجيع السفياني فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت فيقول أسلمت وبايعت فيقولون له قبح الله رأيك بينما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا فيستقبله فيقاتله وفي نسخة فيستقيله يستقيله أي أن السفيانية يعلن من أنه يسحب بيعة لن يبقى على بيعته ولكن الموجودة هنا في النسخة التي بين يديه فيستقبله فيقاتله ثم يمسون تلك الليلة ثم يصبحون للقائم بالحرب فيقتتلون يومهم ذلك ثم إن الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم أي أنهم يفرون من بين يدي إمامنا صلوات الله عليه ثم إن الله يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم حتى أن الرجل يختفي في الشجرة والحجرة فتقول الشجرة والحجرة الحجرة الصخرة فتقول الشجرة والحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر من جيش السفياني فاقتله فيقتله قال فتشبع السباع والطيور من لحومهم فيقيم فيقيم بها القائم عليه السلام ما شاء يقيم في سوريا وبعد ذلك يتحرك في الاتجاهات التي يتحرك إليها ويعود إلى الكوفة وأقرأ أيضا في إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري هذا هو الجزء الثاني إنها طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان هذه خطبة البيان في صفحة التاسعة والستين بعد المئة الخطبة المعروفة والمشهورة والمنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولا يخفى على المطلعين على هذه الخطبة فإنها قد تعرضت لتحريف واضح وتصحيف واضح ولذا رويت في عدة نسخ هذه النسخة المعروفة والمشهورة من نسخ خطبة البيان وجاء فيها ويجري بين السفياني وبين المهدي حرب عظيم حتى يهلك جميع عسكر السفياني فينهزم ومعه شرذمة قليلة من أصحابه فالحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح وربما صياح صياح ولكن الموجودة في النسخ هو هذا وإن كنت قد وجدت في بعض الطبعات صباح ولكن هذا ليس دقيقا الدقيق هو هذا فالحقه رجل من أنصار القائم اسمه صياح أو صياح ومعه جيش فيستأسره فيأتي به إلى المهدي وهو يصلي العشاء الآخرة فيخفف صلاته فيقول السفياني يبنى العم هذا التعبير يتردد في الروايات على لسان السفياني وليس على لسان إمام زماننا وقد أشرت إلى هذا قبل قليل فيقول السفياني يبنى العم استبقني استبقني أكل لك عونا فيقول لأصحابه الإمام ما تقولون فيما يقول فإني آليت على نفسي لا أفعل شيئا حتى ترضوه فيقولون والله ما نرضى حتى تقتله لأنه سفك الدماء التي حرم الله فيقولون والله ما نرضى حتى تقتله لأنه سفك الدماء التي حرم الله سفكها وأنت تريد أن تمنى عليه بالحياة فيقول لهم المهدي شأنكم وإياه فيأخذه جماعة منهم فيضجعونه على شاطئ هذا المكان نحن لا نعرفه ليس مذكورا في كتب التأريخ ولا في معاجم البلدان إما أن تصحيفا حدث أو أن مكانا بهذا الإسم نحن لا نعرفه فيضجعونه على شاطئ الهجير تحت شجرة مدلات بأغصانها فيذبحونه كما يذبح الكبش وعجل الله بروحه إلى النار وهنا تنتهي حكاية السفياني لعنة الله عليه نذهب إلى فصل هناك ترابط فيما بين العراق وسورية ومصر هذا الترابط ترابط جغرافي من جهة من الجهات وترابط تأريخي سياسي واجتماعي من جهة أخرى وترابط حضاري واضح هذه المناطق العراق سورية ومصر يتضح ترابطها في المشروع المهدوي الأعظم فإننا نقرأ في أحاديثنا الشريفة عن نجباء مصر وأبدال الشام وعن أخيار العراق وهذه المجموعات من نجباء مصر وأبدال الشام مع ملاحظة أن الحديث عن أبدال الشام هنا لا علاقة له بيوم الأبدال الذي مر ذكره الأبدال هنا حينما نتحدث عن نجباء مصر وعن أبدال الشام هذه منزلة إيمانية صفة إيمانية الأبدال الذي مر ذكره قبل قليل إنه يوم الأبدال هذا يوم التبادل فكل شيعة التحقت بإمامها فشيعة السفياني التحقت بإمامها السفياني وقد جاءوا من العراق وشيعة المهدي التحقوا بإمامهم المهدي وقد جاءوا من بلاد الشام إذن هناك نجباء مصر وهناك أبدال الشام وهناك أخيار العراق هؤلاء سيشكلون جانبا مهما من المجموعة التي عبر عنها بمجموعة العدة وهم الثلاثمائة وثلاثة عشر أن جباء المصريون منهم والأبدال الشاميون منهم والأخيار العراقيون منهم تلاحظون هذا الترابط واضحا ومثلما قلت قبل قليل هناك ترابط جغرافي من جهة وترابط تأريخي من جهة ثانية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي عبر التأريخ وإلى يومنا هذا وهناك ترابط حضاري فضلا عن جهات كثيرة أخرى يمكنني أن أتحدث عنها لكن الحلقة ليست معدة لهذا الموضوع لماذا نقلت الحديث إلى مصر لأن أحداث سورية ترتبط بأحداث مصر العنوان الخامس مصر وأحداثها إنني أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة صفحة 536 المفيد يروي عن الفضل بن شاذان عن معمر بن خلات عن أبو الحسني أبو الحسن إمامنا الكاظم وقد يطلق على إمامنا الرضا أيضا وإن كان معروفا حينما يراد إمامنا الرضا يقال هكذا عن أبو الحسن الثاني على أي حال معمر بن خلاد هذا يروي عن إمامنا الكاظم ويروي عن إمامنا الرضا أيضا وقد تكون روايته عن إمامنا الرضا أكثر عن معمر بن خلاد عن أبو الحسن عن إمامنا الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كأني برايات من مصر وقد يكون المراد إمامنا الرضا أيضا حدثهم واحد كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات صاحب الوصيات هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا العنوان نحن نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة صاحب الوصيات هو سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات الرايات المصرية المناصرة لإمام زماننا رايات خضراء بحسب الرواية هذه ماذا قالت الرواية خضر مصبغات فهي رايات خضراء ولكنها صبغت برموز بإشارات بكلمات بشعارات لكن اللون الغالب عليها هو اللون الأخضر مثلما الراية الراية اليمانية راية بيضاء والراية الخراسانية راية سوداء الراية السفيانية راية حمراء وقد يرفع أيضا راية خضراء لكن الراية الأصل لسفياني هي راية حمراء إنها راية بني أمية الراية المصرية المهدوية راية خضراء مصبغة فيها إشارات فيها رموز حتى تأتي الشامات والشامات هي سورية حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات يبدو أن هذا الحدث سيكون بعد القضاء على السفياني ليس هناك من ذكر للسفياني وليس هناك من إشارة إلى أن الرايات المصرية هذه جاءت كي تناصر إمام زماننا في مواجهة السفياني إنها جاءت تناصر الإمامة بغض النظر عن السفياني وغيره كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات تلاحظون أن التواصل والترابط بين مجريات الأحداث في سورية وفي مصر منطقة الظهور مترابطة أنا لا أتحدث عن العراق وسورية ومصر فقط منطقة الظهور بكاملها منطقة مترابطة من إيران إلى العراق ومن العراق إلى تركيا ومن تركية إلى سورية فلبنان ففلسطين فالأردن إلى السعودية وإلى اليمن إلى اليمن الشمالي وإلى اليمن الجنوبي وإلى عمان وإلى سائر دول الخليج العربي إلى الكويت وبقية الدول الخليجية في الخليج العربي هذه هي منطقة الظهور ويضاف إليها مصر فمصر عين من عيون القلادة في منطقة الظهور من هنا جاء اهتمام أمير المؤمنين بمصر ومن هنا كثرت المؤامرات على مصر في السابق وفي الحاضر أيضا ومن هنا ركز البرنامج الإبليسي على مصر فكان للبرنامج الإبليسي من النشاط المتنوع والمفصل في مصر أأخذكم في جولة سريعة في نهج البلاغة الشريف كي نتلمس اهتمام أمير المؤمنين بمصر وهذا الاهتمام هو هو سيكون من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليك وأدل دليل فإن مجموعة نجباء ستكون في الأمة المعدودة في المجموعة القريبة في مجموعة قيادات العالم نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق أنصار الإمام من الدول الأخرى وخصوصا من إيران لهم حظ وافر في نصرة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في بداية خلافة أمير المؤمنين أمير المؤمنين بعث بأهم رجاله إلى مصر بعث بقيس ابن سعد ابن عبادة وكان من رجال أمير المؤمنين من الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا لكن المؤامرات والخيبة في شيعة العراق اضطرت أمير المؤمنين أن يعزل قيسا هذا أن يعزل قيس ابن سعد ابن عبادة مع أن الرجل ما صدر منه نقص ولا عيب لكن الظروف التي صنعت حول أمير المؤمنين وابتداء من خيبة العراقيين ومن خيبة الذين قالوا إنهم شيعة لعلي تسلسلت الأحداث والظروف حتى جرى الذي جرى كان أمير المؤمنين يريد أن ينصب هاشم ابن عتبة هذا بطل من أبطال أصحاب أمير المؤمنين هاشم هذا أمير المؤمنين كان يحب أن يوليه مصر ولكن الأحداث من حول أمير المؤمنين ما سمحت له بذلك في صفحة السابعة والخمسين من الطبعة التي أشرت إليها إنه الكلام الثامن والستون حينما قلد محمد ابن أبي بكر مصر وقتل محمد ومحمد من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين لكنه كان مضطرا أن ينصب محمد ابن أبي بكر لو لم تكن الظروف استثنائية لكان قد نصب هاشم ابن عتبة لذا فهو يقول وقد أردت تولية مصر هاشم ابن عتبة حين جاء خبر مقتلي محمد ابن أبي بكر لقد قتلوه شر قتله ومثلوا بجثته ردوان الله تعالى عليه وقد أردت تولية مصر هاشم ابن عتبة ولو وليته إياها لما خلى لهم العرصة ولا أنهزهم الفرصة بلا ذن من لمحمد ابن أبي بكر ولقد كان إلي حبيب وكان لي ربيب فمحمد حبيبي وأنا الذي ربيته بلا ذن من لمحمد ابن أبي بكر ولقد كان إلي حبيب وكان لي ربيب أفضل رجاله أفضل رجال أمير المؤمنين وجههم إلى مصر أو كان ينوي أن يوجههم إلى مصر لأن لمصر منزلة ومقاما مشهودا عند أمير المؤمنين وماذا نقرأ أيضا حينما وجه محمد ابن أبي بكر إلى مصر ماذا قال له واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر إنهم أعظم أجنادي علي في نفسه فلا نستغرب أن النجباء يخرجون من مصر وأن الرايات الخضر ستخرج خفاقة من مصر إلى الشامات كي تهدى إلى ابن صاحب الوصيات مثل ما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر وماذا أيضا لقد أرسل رسالة إلى المصريين سيد الأوصياء حين ولى عليهم مالكا الأشتر رضوان الله تعالى عليه خيرة رجاله وأفضل قواده لقد آثرهم على نفسه بمالك كما قال لهم وقال هكذا كتب لأهل مصر إنني أقرأ من الصفحة السادسة بعد الثلاثمئة إنه الكتاب الثامن والثلاثون من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه إلى أي شيء يشير أمير المؤمنين إلى المصريين الأبطال الذين تحركوا من مصر باتجاه المدينة وثاروا على عثمان بن عفان أمير المؤمنين يشير إلى موقف المصريين الأبطال والذين هاجموا داره بعد ذلك وشاركوا في قتله من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن الضاعن هو المسافر فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه إنه يتحدث عن أوضاع البلاد في ظل حكومة أبي بكر وعمر وعثمان إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه من قبل خلفاء السوء وتحديدا من قبل عثمان إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاع فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه إلى أن يقول فإن أمركم إن أمركم مالك الأشتار فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدموا ولا يحجموا ولا يؤخروا ولا يقدموا إلا عن أمري هذا هو التسليم الحقيقي فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم ولكن مالكا قتل مثل ما قلت لكم فإن مصر منذ سالف الزمان تتعرض لمؤامرات ومؤامرات كبيرة وإلى يومنا هذا وهذا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر إنه النص الدستوري المختصر في سطوره وعبائره العظيم الواسع في دلالته ومضامينه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر حينه ولاه أمر مصر فكتب هذا الدستور للمصريين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك ابن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها إلى آخر ما جاء من التفصيل العظيم والعظيم جدا في هذا العهد المميز والمشحون بكل حكمة وبكل منطق علوي مشرق رائع من جملة ما قاله سيد الأوصياء في هذا العهد الذي كتب في العراق إلى مصر يقول لمالك الأشتر إن شر وزرائك في مصر الذين سيحيطون بك حينما تصل إلى مصر إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا من كان وزيرا في حكومة أبي بكر أو في حكومة عمر أو في حكومة عثمان فأولئك هم الأشرار الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين وإنما يتحدث أمير المؤمنين بهذه الصراحة لأن المصريين كانوا على وعي وكانوا على دراية وكانوا على معرفة بهذه الحقائق ولذا خرجوا ثائرين باتجاه المدينة ونجح ثورتهم لقد قمعوا ظلم عثمان وظلم صهره مروان بن الحكم لعنة الله على مروان وعلى أبيه الحكم هذا هو الوزغ ابن الوزغ كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سلطه عثمان بن عفان على رقاب المسلمين لأنه كان زوج ابنته كان مروان متزوجا من بنت عثمان إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكون لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة الأثمة أبو بكر وعمر وعثمان فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة ويقول أيضا في عهده أمير المؤمنين لمالك الأشتر وهو يحدثه عن القضاة عن الرجال الذين سيتصدون للقضاء نذهب إلى فاصل ويقول أمير المؤمنين أيضا وهو يحدث مالك الأشتر عن تنصيبه للقضاة والحكام بين الناس فمن جملة ما جاء مذكورا في هذا العهد الشريف وأعطه أعط هذا الذي تنصبه للقضاء وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك المراد من اغتيال الرجال له من تشويه سمعته ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا إلى أن يقول أمير المؤمنين فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار إنهم أبو بكر وعمر وعثمان فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا هذا الكلام عن الزهد أكاذيب أكاذيب هذا هو الواقع بالضبط مثل ما يحدثونكم أخاطب الدخيين وشيعة البتريين مثل ما يحدثونكم عن زهد مراجعكم وهم كذابون أفاقون لأن الزهد إذا كان عند إنسان مخلص وكان زهدا حقيقيا فإنه يورث الحكمة فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من القلوب على الألسنة فأين هي هذه الحكمة المتفجرة من قلوب هؤلاء الحثالات الذين يقال لهم بأنهم آيات الله العظمى أين هذه الحكمة المتفجرة نحن لا نرى لها لا عينا ولا أثرا ولا رائحة ولا شيئا من قريب أو من بعيد له علاقة بهذه الحكمة فإن هذا الدين قد كان أسيرا في عيد الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا المصريون كان فيهم من هو على وعي بهذه الحقائق ولذا كتب أمير المؤمنين لهم ما كتب في هذا العهد معرفة الحقائق ووعي الأشياء هو الذي يميز الناس وهذا هو الذي ميز المصريين عند أمير المؤمنين ومرت كلمات أمير المؤمنين واضحة أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين إنه الحديث السابع والأربعون بسنده نقله المجلسي نقله عن معاني الأخبار للصدوق بسنده عن عباية الأسدي من أصحاب أمير المؤمنين في الكوفة عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله إنني أقرأ مثل ما جاء في النص سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وهو مشتكن وفي بعض النسخ وهو مشتمل مشتمل بعباءته وهو مشتكن أي كان مريضا هذا المراد وهو مشتكن إذا كان التعبير بهذه صيغة قد ورد في العاصل ففي نسخة أخرى وهو مشتمل أي قد اجتمل بعباءته وأنا قائم عليه ماذا قال أمير المؤمنين لأبني بمصر منبرة ولأنقضن دمشق حجرا حجرا تلاحظون هناك ترابط ما بين ما يجري في دمشق في سوريا وما يجري في مصر لأبنين بمصر منبرة ولا أنقضن دمشق حجرا حجرا ولا أخرجن اليهود والنصار من كل كور العرب الكور هي العواصم المدن الكبيرة العواصم السياسية العواصم التجارية الموانئ على البحار التي تكون كبيرة ومشهورة ومعروفة هذه هي الكوار ولأخرجن اليهود والنصار من كل كور العرب ولأسقن العرب بعصايا هذه لأخرجن اليهود والنصار من كل كور العرب هذا يعني أن التطبيع قادم قادم لكل البلاد العربية لأن مراكزهم وسفاراتهم ومؤسساتهم ستكون منتشرة في البلاد العربية ولأخرجن اليهود والنصار من كل كور العرب ولأسقن العرب بعصايا هذه لأنهم عبيد لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد إنهم عبيد لجهلهم وعبيد لعجولهم لعجول السياسة وعجول الدين المكذوب على محمد وآل محمد من الشيعة أم من السنة على حد سواء ولأسقن العرب بعصايا هذه قال قلت له عباية الأسد يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت ربما كان الأمير يشير إلى رجعة من رجعاته فوصاحب الرجعات لكنه هكذا قال هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني فما ينسب إلى الآباء هو ينسب إلى الأبناء وهذا جزء من معاريض الكلام عندهم في أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفة موطن الحاجة هنا هناك ترابط ما بين الذي يجري في دمشق والذي يجري في مصر وهناك نقطة واضحة من أن الدولة المهدوية القادمة ستجعل مؤسساتها الإعلامية في مصر ومصر منذ زمنها الأول كانت موطنا للإعلام حتى في الأزمنة القديمة ألا يقولون إذا أردت الخطابة فعليك بمصر وإذا أردت الشعر فعليك بالعراق فإذا أردت الخطابة فعليك بمصر فمصر مصر الخطابة ومصر مصر القلم والبيان وفي زماننا مصر مصر الثقافة المتميزة فيما بين البلاد العربية لأبنين بمصر منبر ولأنقضن دمشق حجرا حجرا هذه صورة واضحة وصريحة من أن المؤسسة الإعلامية الكبيرة للدولة المهدوية القائمية ستكون في مصر قطعا الذين سيشتغلون عليها ويشتغلون فيها المصريون وهذا ما هو بغريب كما قلت بالنسبة للتأريخ المصري وللحاضر المصري إنني أتحدث عن الجانب الإيجابي وعن الجانب الممدوحي وعن الجانب الجميل في مصر فمصر كسائر البلدان فيها الجانب القبيح وفيها الجانب الجميل حينما يكون الحديث عن علي وآل علي فإننا نتحدث عن الجانب الجميل في مصر نذهب إلى فاصل مختصر البصائر إنها بصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليه اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والستين بعد الأربع مئة إنه الحديث الرابع عشر خطبة من خطب أمير المؤمنين تعرف بخطبة المخزون والخطبة يبدو أنها تعرضت لتصحيف وتقديم وتأخير أيضا لأنها طويلة أقرأ عليكم مما جاء في الصفحة الثالثة والسبعين بعد الأربع مئة أمير المؤمنين هكذا يقول ويبدو أنه يتحدث عن إمام زماننا وإن كان ورد في الكلام وصف هو من الأوصاف الخاصة بأمير المؤمنين لكنها تنطبق على كل أئمتنا فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ويسير الصديق الأكبر الصديق الأكبر هو علي بن أبي طالب لكن هذا العنوان ينطبق عليهم جميعا ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار ذو الفقار هو سيف رسول الله وهو سيف علي وهو السيف الذي سيكون بيد إمام زماننا ويسير الصديق الأكبر إنه قائم آل محمد كما يبدو من سائر القرائن الأخرى ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار إذا أردنا أن نتتبع القواعد في إعراب هذه الجمل يفترض هكذا ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار لكنه جاء هنا مرفوعا والسيف ذو الفقار جاء على مبنى الحكاية ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار والمخصرة والمخصرة إنها خزرانة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينزل أرض الهجرة فكان الأئمة يحملون بأيديهم دائما هذه المخصرة إنها خزرانة رسول الله ولذا يقول الفرزدق في الميمية المعروفة التي قالها في إمامنا السجاد في كفه خزران ريحها عبق من كف أروع من كف رسول الله في عرنينه شمم في كفه خزران ريحها عبق في كف السجاد في كفه خزران ريحها عبق من كف أروع من الكف الأروع الذي هو كف رسول الله من كف أروع في عرنينه شمم فالمخصرة هي هذه ويسير الصديق الأكبر براية الهدى والسيف ذو الفقار والمخصرة حتى ينزل أرض الهجرة مرتين وهي الكوفة المدينة هجرة رسول الله وأما الكوفة فهي هجرة وصيه علي فالمدينة دار هجرة والكوفة دار هجرة المدينة هاجر إليها محمد المصطفى والكوفة هاجر إليها علي المرتضى حتى ينزل أرض الهجرة مرتين وهي الكوفة فيهدم مسجدها إنه إمام زماننا ويبنيه على بنائه الأول في زمان آدم ويهدم ما دونه من دور الجبابرة إنه قصر الإمارة وسائر قصور وبيوت المراجع البتريين إنه سيهدم هذه الحوزة حوزة الضلال سيهدم مدارسها التي ضللت الشيعة عبر القرون ألا لعنة الله على مدارسها إنها مأوى الشيطان ومألف إبليس إنه المصنع الشيطاني لإنتاج البتريين ومر الحديث عندنا في الحلقات المتقدمة عن صناعة الزهرائيين وعن صناعة البتريين حيث يصنع البتريون في حوزة النجاف في مؤسسات حوزة النجاف في مكاتب المراجع كل هذا سيهدم فهذه دور الجبابرة الذين تجبروا على دين العترة الطاهرة حتى ينزل أرض الهجرة مرتين وهي الكوفة لماذا قال بأنها أرض الهجرة مرتين الهجرة الأولى هجرة علي أمير المؤمنين والهجرة الثانية هجرة قائم آل محمد فإنه سيهاجر إليها من مكة حيث تبدأ حركته من مكة إلى المدينة ثم إلى العراق حتى حتى ينزل أرض الهجرة مرتين وهي الكوفة فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه الأول ويهدم ما دونه من دور الجبابرة إلى أن تقول خطبة المخزون العلوية ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره يرتقي منبره ويخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل ليس الحديث هنا عن أرض مصر وإنما عن الأرض كلها لكن خطاب الإمام سيكون منطلقا من مصر من منبر مصر ثم يسير إلى مصر فيعلو منبره ويخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل وتعطي السماء قطرها والشجر ثمرها والأرض نباتها وتتزين الأرض لأهلها وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم تتبدل طباع الوحوش وهذا سنأتي على ذكره في الحلقات القادمة وتأمن الوحوش حتى ترتعي من الرعي في طرق الأرض كأنعامهم كالأبقار والأغنام ويقذف ويقذف في قلوب المؤمنين العلم أو ويقذف الإمام هو الذي يقذف ويقذف في قلوب المؤمنين العلم مثل ما يفعل هذا في زمان الغيبة حينما يسقي أولياءه المخلصين له كؤوس الحكمة صباحا ومساء نهج البلاغة شاهد على ذلك هذه كلمات أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته قطعا هذه الآية لها وجوه ولها آفاق هذه الآية جاءت في سورة النساء إنها الآية الثلاثون بعد المئة بعد البسملة جاءت في سياق الخلافات العائلية في مسائل الزواج وطلاق وطلاق وإن يتفرق الزوج والزوجة يتفرق بالطلاق وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الآية هنا بحسب السياق تحدثت عن مصداق يرتبط بأمور الزواج وطلاق وإلا الآية بينت لنا وكان الله واسعا حكيمة فإن الله واسع حكيم في جميع الأحوال وليس في حال الطلاق وفي حال أحكام المشاكل الأفسرية ما تحدثت عنه الآية بخصوص أحكام الطلاق وما يترتب عليها فهذا مصداق من مصادق تطبيق هذه الآية على أرض الواقع وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الرواية هنا تتحدث عن مصداق آخر وهذا هو المصداق الأوضح للآية إنه أوضح بكثير من المصداق الذي جاء في سياق آيات الطلاق ذلك المصداق يكون في الحاشية المصداق الحقيقي هو هذا ويقذف الحجة بن الحسن في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته أعيد قراءة الرواية عليكم هذا هو كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خطبته المعروفة بالخطبة المخزون ثم يسير إلى مصر الحديث عن قائم آل محمد فيعلو من بره فيعلو من بره هذا الضمير إما أن يعود على مصر وإما أن يعود على الإمام عليه السلام فمنبر الإمام في مصر ثم يسير إلى مصر فيعلو من بره هذا هو منبر الإمام ويخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل هذا البيان يبدو أنه البيان النهائي لإقامة دولة العدل سينطلق من مصر ثم يسير إلى مصر فيعلو من بره ويخطب الناس فتستبشر الأرض الأرض كلها بالعدل وتعطي السماء قطرها والشجر ثمرها والأرض نباتها وتتزين الأرض لأهلها وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم ويخذف الإمام في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من ساعته أعتقد أن النصوص واضحة واضحة جدا في أهمية مصر عند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأهمية ليست لمصر فقط إنها لمنطقة الظهور كلها أتحدث عن إيران والعراق وتركية وسورية ولبنان وفلسطين والأردن وأتحدث عن مصر وعن السعودية وعن اليمنين وعن عمان وعن سائر دول الخليج العربي من الكويت إلى بقية الإمارات الخليجية هذه هي منطقة الظهور ألا تلاحظون أن المنطقة هذه هي المنطقة التي تشغل الذهن العالمي ألا تلاحظون أن أنظار السياسيين دائما باتجاه هذه المنطقة ألا تلاحظون أن أكبر المؤامرات السياسية تخص هذه المنطقة ألا تلاحظون أن المنطقة في ثرواتها الطبيعية وفي مواقعها الجغرافية في سواحلها ومضائقها وفي كل جهاتها وشؤونها هي الجهة التي تتوجه إليها الأنظار في التاريخ القديم وفي زماننا هنا نشأت الحضارات الأولى وهنا تحرك الإنسان الأول الذي نزل من أعلى إلى الأرض وهنا نشأت الديانات السماوية وهنا تحرك الأنبياء وهنا 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 سار نوح وسار إبراهيم وتحرك موسى وتحرك عيسى وهنا أشرق نور محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وهنا وهنا سفكت دماء علي والحسني والحسين وهنا كانت كربلاء وكانت عاشوراء وهنا 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 عاصمة قائم آل محمد وهنا 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 الخير كله وهنا الشر كله هنا المهدويون الزهرائيون وهنا البتريون المرجئيون وكما يقول صلى الله عليه وآله وكل الصيد في جوف الفرى هذه المنطقة مميزة في الماضي وفي الحاضر وستكون أكثر تميزاً في قادم الأيام حينما تقبل رايات إمام زماننا من الحجاز باتجاه العراقي واتجاه بلاد الشام وباتجاه مصر لزال الحديث متواصلاً في المسار التعريخي مر علينا في الحلقات المتقدمة إلى حلقتنا هذه أولاً مكة وأحداثها ثانياً المدينة وأحداثها ثالثاً العراق وأحداثه رابعاً سورية وأحداثها خامساً مصر وأحداثها نلتقي غداً في عنوان جديد ومفردة جديدة من مفردات بانوراما الظهور المهدوي نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن بتريي النجف من المراجع وأتباعهم بتريون هم والهوى والهوى بتري وهذا هو الفارق بين ثقافة الزهرائية وثقافة البترية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر